مدرسة الخنزير ولا أي شيء بكلمات أخرى أعلن إفلاسه الكامل حبائي أعلن إفلاسه الكامل وهنا المرشح للخلاص من هو المرشح للخلاص؟ المرشح للخلاص هو الذي أدرك خطية أنه وصل إلى طريق مزدود وصل إلى الانحطاط الكامل وصل إلى الضياع الكامل الخطية لوثته لوثت حياته اللي وصل معتش عنده أي أمل أنه يخلص نفسه صار مسكين وصل إلى الانحطاط إلى الحضيد مبروك عليك هون أنت مرشح للخلاص هاي هو بيت القصيد لاحظ يسوع المسيح هذا يقبل خطى ويأكل معهم إنه محب للعشرين والخطى هنا أنت مرشح للخلاص حتى يعني لما رجع الإبن إلى الآب لاحظ يعني هو زي الدرس ابتدأ يردده لاحظ كلماته كلمات الإبن أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا اجعلني كأحد أجراء يعني لاحظ هو رجع يقول له يعني يعني لا أستحق يعني بكل الأب قاطعه حتى لا يكمل صلاة التوبة حتى يمنحوا الغفران هون دلالة إنه الاشتياق اشتياق الأب للإبن الضال إنه يرجع للبيت يرجع إلى حضن الآب بتذكرني في زكا العشار طلب أن يرى يسوع من هو فهو طلب خلاص يعني وصل عم بيحفظ الكلام أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدام لست بعد مستحق أن أكون ابنا اجعلني حتى قبل ما يقوله اجعلني قاطعه الآب وهنا دليل على اشتياق الآب الكامل لهذا الابن موسيقى 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 موسيقى